مرحبا بكم في قناة دي دي سامدي وهو الخل وكيف يتعاملون معه في تربية الارانب ويعني اسمهما الامراض اللي ممكن ان الارانب ديالنا يتصابوا بها ويداويهم هاد الخل هاد الخل اللي هو رخيص التام كينبعد الصيدريات اللي كتمشي عندهم الصيدريات بيطارية وهذا الشي عند تجريبة يعني سوّلت واحد الصيد يعني حالي نقولو خدام تهوف واحد عند بيطاري وهضر لي علاء مني كتمشي عند البيطاري وكي اعطيك كتقول له مثلا عندي الارانب ديالي فيهم الكوكسيديا كوكسيديا هي لا دياري يعني كرشهم كتكون جارية عشنو كي اعطيك؟ كي اعطيك واحد القرعة يعني ما كيقول لك شسمه المحتوى دياله منين كتتحلها كتلقى فيها ريحة الخل منين كتشمها كتلقى فيها ريحة الخل منين اعطيك معي الصيد قال لي يا ارا هادك غي خل عادي ما كيديروش فيه شي حاجة زيادة ولا والغير في الامر انه انهم كيبيعوه بعشر دلاهم لقرعة صغيرة جداك يعني قرعة صغيرة كتباء بعشر دلاهم كيقول لك ديرها ثلاثة المرات تاربعة المرات وفعلا ما كيبقاش عندك المشكيه هاد القرعة هادي يعني ذاك القرعة الصغيرة ممكن ان هاد القرعة هادي دير ربعة دلاهمونس ممكن تدير منها واحد احنا نقولوا واحد جوج لاتة ربعة تستدي القنينات صغر تخيلوا استطلق القنينات صغر هو نفس المفعول اذا نحضروا على اه دبا درنا على هاد هاد يعني الاختلاف الاتمينة نحضروا دبا على اشنو كيدير هاد الخلط الكوكسيديا اسموه اشنا هي بالنسبة الارنب الصغار او حتى الكبار وهو مني كرشهم كتجرة كتولي ما انت ما قادرش هو الارنب ما قادرش يسيطر على كرشو وكي ضعاف يعني كيولي ديك الفضلات ديالو ماشي مكورين مكورين مكركبين بق يعني بوحد دائري بشكل دائري لا كتولي كرشو احلا يعني احنا مني كانشوفو الكاج ديالنا يعني التربية ديال الكيجان مني كانشوفو في الميكة يعني تحت هاد الميكة هذي بحلاكة ما كتشوفوش الفضلات كما كتشوفوهم دابا انتوما كتشوفو الفضلات يعني اه بشكل دائري لا كتلقوا هاد جي هاك سوداء اسمو اشنا هي سوداء يعني ارى فيهم اه لا دياري والأولى ويعني باسم علمي ديالها وهي الكوكسيديا طريقة ديال السيمان ديال هاد الخل سهلة وبسيطة يعني يقديروا معلقة ديال الخل معلقة حلقة كبيرة اللي كتستعملوا كتديروها مع ايطروا ديال الماء وهذا كيطروا ديال الماء كتفرقوا عليهم يعني في طاصة ديالهم او الناس اللي ديرين شرابات اللي ديرين حالة داك الحالة مات في تيويات مهم انهم كيشربوا منهم كونوا متأكدين انه انه يعني شي حاجة خيالية يعني اه في البلاس كيوليو كرشهم مزيانة اه القادية ديال واش هو علاج او لغي وقاية انا كننصح به كويقاية بحقيقة كننصح به كويقاية هاد الخل هادا اه في الحقيقة يكون عندكم في يعني في في الصيدلية الصغيرة ديالكم يعني كما كيكون عندكم ادوية اخرى مثلا ديال تصمغ الادون ولا الادوية العادية اللي كتكون عندكم ديال الارانب يكون عندكم ديال الخل يكون عندكم بيكربونات صوديوم اه لاحسب انتفاخات والخل ضروري انكم ديال ما يكون عندكم محطوط في يعني في الصيدلية الصغيرة ديالكم الخاصة بالالانب اه كيفاش غانستعملوه كويقاية وهي تكون عندنا واحد المذكيرة وكاتبين فيها التاريخ يعني مثلا دلنا هذا الخل ارشيناه اه دلنا لهم يعني في يطروا ديال الماء وكبيناه لهم كاملين نقيدوه بتاريخ ديال هاد النهار ونتسلناه واحد خمسطاشر يوم ونعودوه نفس العملية ببالتاليس مو كان نكون ودرناه كان نكون ودرناه وقاياه وماشي نخليوتاي مرضو عاد نديروه لهم العيلاج لا يكون عندنا واحد وحد نظام غادين به اشن هو هاد النظام اننا نكبو هادك الخل وفوحد يطروا ديال الماء ونعطيعوه لهم ونقيدوه هادك التاريخ ومنيني يوصل عليهم عوثاني خمسطاشر يوم اخرى انه عوثانين عودوا لهم نفس العملية وهكذا دوليك على طول حيات ديالهم وكونوا متأكدين ان هذه رغدي تكون واحد الوقاية من نوع خاص تمن رخيص يعني هاد القرعة ممكن ان ارى غدي تضرب بزاف عد تسموه هي معي القادير لخل يعني في لمدة ثلث يام اديروه لهم ثلث يام معي القادير لخل في مدد يال خمسطاشر يوم يعني ارى شيء خيالي غدي تضربكم بزاف وهاد ربعة جرامونس غدي تضربكم بزاف وفي نفس الوقت ما تسنوش للمرضتي يكون عابش تديروه لهم لا ديروها كعلاج كويقاية عفوا يكون كويقاية الناس اللي ضربوا لهم الالانب ديالهم صح يخدموا الخل مزيان ولكن يصمروا عليه يبقوا ديما غادين على الخل راه شيء حاجة يعني جد جد فعالة ورخيصة في الثامن اذا اللي عجبته الحلقة ما تنسوناش بجير الجام تكيو على زر جام نزلو سبعكم التحت وتكيو على زر جام باش تسندونا نزيدو القدام ما فيها باسي لاحل اقتراصوري وتكيو على زر جام باش تسندوني نقصف لكم فيديويات لمهمة حال هذا الفيديو درع في فيديو هادية رعا مهم في تربيق الالانب الخل تكيو على زر جام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة